حنين لا ينقطع وشوق لا ينتهي فأفئدة الناس إلى البيت تهوي وماء زمزم للضمآن يروي ومن فضل الله تعالى أن جعل الحبل بين عباده وبيته موصولا فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والعمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير وصفتها أن يحرم من الميقات فيتجرد من ثيابه ويغتسل ويتطيب أن يلبس الرجل إزارا ورداءه والأفضل أن يكون أبيضين وتلبس المرأة ما شاءت من ثياب مباحة غير متبرجة بزينة إلا النقابة والقفازين وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها أن ينوي الدخول في النسك بعد صلاة الفريضة إذا كان وقتها وإلا فبعد سنة الوضوء ونحوها وعلى المحرم أن يتجنب محظورات الإحرام كالجماع والتطيب وقص الشعر وصيد البر والخطبة وعقد النكاح للرجال والنساء وتغطية الرأس ولبس القميص والسراويل والجوارب ونحوها للرجال ومن السنة التلبية بقوله لبيك اللهم عمره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة فيقطع التلبية ويشرع في الطواف فإذا وصل المسجد الحرام دخله مقدما رجله اليمنى قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك فيشرع في الطواف متطهرا يبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسهر له وإلا أشار إليه قائلا بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم يجعل البيت عن يساره فيطوف سبعة يبتدئ بالحجر الأسود ويختتم به ويسن للرجل أن يطبع في طوافه كله جاعلا وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وذلك بمسارعة المشي مع تقارب الخطى وكلما حاذ الحجر كبر فإذا كان بين الركن اليماني والحجر قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويبتهل في بقية طوافه بما شاء من ذكر ودعاء وقرآن دون تخصيص دعاء خاص لكل شوط فإذا انتهى من طوافه أزال للطباعة وستر كتفه ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له وإلا ففي أي مكان من المسجد يقرأ في الركعة الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص ثم يتجه لسعي بين الصفا والمروة فإذا دنى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به وهذا في بداية السعي فقط ثم يصعد على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه يكبر الله ويحمده ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يكرر ذلك ثلاث مرات داعيا بين كل مرة وأخرى بما شاء ولا يدعو بعد الثالثة ثم ينزل إلى المروة فإذا بلغ الملين الأخضرين سعى الرجل بينهما سعيا شديدا فإذا جاوزهما مشى كعادته فإذا وصل المروة صاعدا واستقبل القبلة وفعل مثل ما فعل على الصفا ثم ينزل من المروة ساعيا إلى الصفا يفعل كما فعل بين الصفا والمروة فإذا أتم سبعة أشواط من الصفا للمروة شوط ومن المروة للصفا شوط آخر فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره والحلق أفضل والمرأة تقصر من كل أطراف شعرها بقدر أنملة فإذا فعل ذلك تمت عمرته وحل من إحرامه نسأل الله تعالى أن يتقبل من المعتمرين عمرتهم وصالح أعمالهم